بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي وأبناتي تلاميذة المجددات الصف الخامس للتدائي أهلا أنا مرحبا بكم مع درس جديد من درس اللغة العربية بأنوان أعياد وعادات درس أعياد وعاداتي أبنائي بيتكلم عن بعض أعادات المصريين عند احتفالهم بالأعياد المختلفة وعلى سبيل المثال عيد الفطر المبارك نشوف مع بعض كيفية احتفال المصريين بعيد الفطر المبارك تستعد الأسرة المصرية قبل الأعياد بإعداد الأطعمة والأشربة وشراء الملابس الجديدة والكعك أهم من مظهر من مظاهر الاحتفال بالعيد عند المصريين منذ القدم حيث تمتد جذور هذه العادة إلى أجدادنا الفراعين فقد كانوا يصنعونه في الأعياد ويطلقون عليه القرص وينقشونه بصورة الشمس كما نراه الآن وفي كل عصر يبدعون في أشكاله وأحيانا يكتبون عليه كل واشكر أو قل ولا تفرد وقبل العب أيام قال أمير لوالدته متى سنشتري كعك ليد ردت علي أمه قائلة غدا إن شاء الله سنشتري كيلو كعك وكيلو بسكويت وبعض الحلويات تدخلت أميرها يا أبناء وردت على أميها قائلة نريد كعكا كثيرا يا أمي فأنا أحب الكعك فقال أمير وأنا أحب البسكويت اشترك الأب في الحوار قائلا إن الإفراط في تناول الكعك يؤدي إلى البدانة أي السمنة فكعكة واحدة في اليوم تؤتي الجسم احتياجاته من السكريات والدهون والمواد النشوية وأضافت الأمي أبناء قائلة ونحن ننصح بعدم تناول الكعك بكميات كبيرة وخاصة مرض السكر وكبار السن ومن يعانون مشكلات صحية لأنه يؤدي إلى أضرار خطيرة قد تودي بحياتهم أي قد تهلكهم قال الأب إن الاعتدال في تناول الطعام والشراب يحافظ على جميع أجهزة الجسم قال تعالى وقلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين صدق الله العظيم كما أن امتلاء المعدة بالطعام يؤدي إلى كثير من الأمراض هذا بالإضافة إلى أن الإصراف في كل شيء صفة مرزولة أي صفة سيئة يا أبنائي وعلينا بالتوسط أي الاعتدال وعدم الإصراف فتف الأب قائلا ينبغي أن لا ينسين الاحتفال بالعيد الفقراء والمساكين ونطعمهم مما نطعم ونلبسهم مما نلبس حتى يفرحوا معنا بالعيد فالمناسبات السعيدة تزيد من أواصر القربة بين الناس وتستل أي تنتزع من نفوسهم الحقدة والضغينة أي الكراهية والبغضاء والخصام إن للمصريين عادات كثيرة ينبغي أن نفكر فيها فنأخذ منها ما يفيدنا ويفيد مجتمعنا معانا المفردات تستعد تمهد وتتهيأ تفرد تكسر وتتجاوز الحد إعداد تجهيز ردت أجابت يطلقون يسمونه الإفراط الإكسار ينقشون أي يزينون البدانة السمنة وتعني تدخم بدن صورة هيئة أضافت أزادت نراه مشاهده ننصح نوصي يبدعون يبتكرون يكتبون يدونون تناول أكل أواصر روابط تعطي تمد الضغين الحقد والكرهية يعانون يقاسون تستل تذهب به أو تخفي تودي بمعنى تنهي حياته أو تهلكه تمتد تصل مرزولة مظمومة الاعتدال التوسط وكذا يا أبناء نكون انتهى درس اليوم شكرا لكم وعلى أمل بموعد جديد إن شاء الله مع درس جديد من دروس اللغة العربية والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ترجمة نانسي قنقر